هنا بقى اللي كنت بقولك عليه هنا رد الفعل الروسي وده اللي كانت موضحها ماريا زخراوفا فبتقول ايه؟ بتقول انه إسرائيلي إمباسدورت راشا أو انه السفير الإسرائيلي في موسكو فبيقول انه إسرائيل أو إسرائيل إسرائيل إكسبكس راشا تكندام إيران's large scale missile attack on the country فبيقول نحن نتوقع انه روسيا تدين الهجمات الصاروخية الضخمة أو الكثيفة تجاه دولتهم من ناحيته هو بيكلم على إسرائيل فهنا بترد الخارجية الروسية وبتقول طيب فكرون remind me when was the last time that israel condemned at least one of kiev's attacks on russian regions فبتقول طيب ذكرني متى كانت آخر مرة أدانت فيها إسرائيل أي هجمات من قبل كييف تجاه الأقاليم الروسية وهنا الرد يبدو فيه التهكم أو السخرية أو الرفض أو بمنتهى يعني لو حبينا نقراها كده يعني بقراءة بسيطة فهنقول لي أنه الوزارة الخارجية الروسية عمليا شكلها لن تدين الهجوم الإيراني بحال من الإحوال بل تهكمت على تصريحات أو مطالبات السفير الروسي